يا خبتك يا صباح يا حظك لسود يا شرهان يا حظك المهبب يا صباح جات الحزينة طفرح ملاقت لهاش مطرح طارت الشغلانة مخمس تلف جنيه المنحوس منحوس ولو علقوا على رأسه فنوس بابي فين؟ انتو عملتو في ايه؟ ايه دي يا نيلي باباكي كويس موجود جوا مع الدكتور انتي بتتكلمي ليه اصلا مش كيفاء اللي حصل بسببكو مش انتي اللي بتسألي انا حوديكو في دهيا انتو الاتنين هحبسكو بقولك ايه يا بتانتي انا مش عايز اخلط فيكي عشان خطر الراجل اللي مرمي جوا بس انا ممكن ارسيلك رأس ولا ورق الخاص خالتي احنا في المستشفى مش هيف عن رص هنا لا معلش لو سمحتي سبيها لو انتي قد كلمتك فعلا اتفضلي رسيلي دلوقتي وانا اكلملك البوليس تيجي اخدك انتي والخاص اللي هترسي ده واسعي كده تعايا بيت مالك يا بابي الناس المتخلفة دي عملت فيك ايه ما تحاسبي على كلمك يا بتانتي هو عنده ايه لو سمحتي هتعرفي كل حاجة من دكتور اهو جيه مساء الخير يا جمعة ايه الاخباري دكتور والله يتعبان جدا بقى اليومين صحي ورجلي مش قادر ادوس عليها بس ما تخافش عليها يا حبا كويس خاف عليك ايه وانا عرفك اصلا انا بسألك عم بابي استاذ عبدالله لا ده حيخفي ده ما تلاقيش عليه هو بس اول ما جاء كان حالته تصعب على الكافر جابوا له دكتور البطنة كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انا اصلا كان بقى لي ستة وثلاثين ساعة ما نمتش انت اسمك ايه؟ نيلي بقى لي ستة وثلاثين ساعة ما نمتش يا نيلي غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليها ورغم كده جيت وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشاعات وتحليل وكل اللازم وايه اخبار التحليل؟ والله في مشاكل اليوريك اسد طلع عالي جدا وغالبا هو ده اللي عمل للواجع في رجلي انا مكنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده انا ماليانة ومال رجلك وقرفك انا بسألك عن بابي تعبان كويس محتاج يرتاح محتاج دوا دوا؟ سعادة زي ما تفكر ايش بالدوا؟ نسيت تدي بابي الدوا؟ لا نسيت انا اخد الدوا كان المفروض اخده من ساعتين مالكش دعوة بنفسك انت انا بسألك عن بابي هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده حيخف بقولك المشكلة في ايه انا سعاد اديني السماعة؟ لا سمعت الموبايل عايزة تطمن على الاولاد يا خبر خير الساعة تبخرة جامد ما تقلقيش عليه هو بس لخبط في الاكل شوية لخبط في الاكل ازاي؟ كالت ايه؟ والله يمثلت حاجة من الصبح ده انا اصلا بصحة من النجمة عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العشق يا خرب بيتك انت انا مش بسألك انت بسأله هو اكلك ايه الناس المتخلفة دي؟ الله طب وانا مالي هو اللي اتفز وكال طبق المخاسي كله الوحي يعني ايه مخاسي؟ اه؟ ايه يا جماعة مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاسي؟ ايه مخاسي دي يا دكتور؟ ايه بليش رحاضها بس دي دي اقول الله اقولك عادي؟ ايه واقول ايه ازاي تقولي كده؟ وانتي يا ستة قليلت الادب ازاي تأكلي بابل حاجات دي؟ لا باها لا يا خالتي سبيها لانا طب معلش يا جماعة يعني قبل ما تتخنوا استأذن انا بس عشان عندي معا الدكتور طب اكلمني ها؟ يعني حاوم بالسلامة واجيلك اخد بالك من نفسك حاضر بقولك يا بيتانتي انتي تتكلمي معانا عدل بدل ما اديك قلم تفيفك سنانك على فكرة انا كمان ممكن اديكي قلم تفيفك ودانك ايه الها بل دا مفيش حاجة اسمها تفيفك ودانك اصلا اصلا مفيش حاجة كمان اسمها تفيفك سنانك الناس بتفيفك عاديك دا تفوه بس كفاك وقرف انتو الاتنين نيلي انا بقيت كويس لا يا بابي انت مش كويس عن اذنكو بقى عشان بابي محتاج يرتاح ليه تفضالي خدي خديلك ميكرو باس بقى ولا تكتوك ولا الحاجة اللي بتركبوها دي وانتي والست اللي معك دي تفضالي لا يا حبيبتي خليهم لك ينفعوكي تشتري بيهم شيرز واللي حاجة بدل الجاكتة المأزعارة اللي انتي لابسها دي مأزعارة؟ انتي عافة الجاكت دي براند ايه اصلا ايه يعني؟ برشكة؟ برشكة؟ الجاكت دي حبيبتي تشتريكي انتي والشارع بتاعك كله ليه ان شاء الله؟ جاكتة ولا مرضعة في الصحراوي يا بنات مش كده كفاياكم ده كفايا بابي انت تسكوت خالص بالحاجات الغريبة اللي انت كالتها دي من فضلك من اللي انت حيبت اللي بنات دي يعني انت معاهم علي تاني؟ انا مع الحق اوكي يا بابي نتحسب في البيت وكفايا كده عشان ما اقولكش حاجة تانية قدامهم باي 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 انا عسفة والله يا عمو يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها لا يا ايوتوكش حاجة تعرف يا نيلي عصبية بس بتطلع تطلع وتنزل على ما فيش لا 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 اذا كانت ردت عليك انت شخصيا مش معقول يعني دي قللت الادب دي ما تربتش ربع ساعة مانا بيقولك يا عصبية لا 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 يا عمو لا ما ينفعش بصراحة عمالة هزأك قدام الناس بصراحة حادتك قليت في نظري جامد بش معقول خليتك هزق يا بنتي البغة ابيض والله ما تقصتش خلاص بقى يا شريعان ما تسكتي بقى سلامتك يا سي عبدالله انا مكسوفة من روحي اوش الزهر يا اخوي ان انا تقلت عليك انت اللي مكسوفة انا اللي مكسوف اوي سرقت منك وامتا بكلام مهمة اوي ملحوق استريح انت بس يومين ثلاثة في البيت وصلوا بطولك كده وبعدين بقى نكمل كلام لا بيتي الا استريح فيه انا هنزل الشغل فورا انت سمعت الدكتور قالي ان انا كويس ده يرسيبك من الدكاترة دي كمان يعني انا اول ما هنزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي الدكتورة بيه احسن دكتور في مصر هيجي تابع الحالة لا تنزل الشغل زي وانت تعبان كده خلاص يا خلتي بيقولك هينزل الشغل وانا ان شاء الله من بكر هنزل استلم الشغل باذن الله وبعدين هراعي عمي ودي له الدواف معايد وخلاص يا خلتي اه اذا كان كده معلش خلاص بقى اللي تشوفوه الحمدلله على سلامتك يا سي عبدال الله يسلم انا حبعج عليك في المكتب عشان اتطمن عليك تنواري الدنيا كلها يا ست صباح تايش يا سي عبدال سلامتك يا أخو يا ألف سلام الله يسلمك يا غالية بعد إستنى مع السلامة يا عمو ألف سلامة خد بالك من روحك يا سي عبدال شفر بكرة الدواف معادي يا سي عبدال وبعدها لك صباح